أول بمباراة الأهلي والإسماعيلي وهذه المباراة المهمة جداً لست طاعنا دي الأهلي أن يفوز فيها بثلاثة نقاط رأيكم بشكل عام لأن احنا لسه بخلاصين للستوديو فرأيكم بشكل عام يعني يعني طبعا مفوز مهم لأنه جاي بعد فترة من التركيز في بطولات أفريقيا وجاي بعد فترة التعصرات برضو مش قليلة في المسابقة المحلية في الدوري فأعتقد أنه كان الأهلي محتاج أنه ثلاث نقط بس بدون أي تجملات وإن كان الأداء فيه شوية مؤاخذات عليه طبعا أنا لسه كنت بتكلم يعني كويس أن أنت فتحت هذا الأمر برضو عايما لأننا عايزين نتكلم فيه كلنا يعني أنا مش عايز بقى أمشي بالدور إحنا عايزين نتكلم فيه لأنه أنا في هذا التوقيت أنا لسه كنت بتكلم في المقدمة أنه نحن من يوم واحد ليوم خمسة وعشرين هذا الفريق لا يحتاج إلا إلى المساندة والدعم بالضبط مساندة ودعم مش معناها أنه نتغاضع عن أمور أخرى ولكن أقصد أنه أنه نحن نفضل دايما وراء هذا الجيل من اللاعبين لأن هذا الجيل من اللاعبين عمل حاجات كتيرة كويسة جدا 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 وينتظر تاريخ أو مستقبل كبير في المستقبل القريب والبعيد إن شاء الله بالضبط يعني الجيل ده جيل محترم وجيل محترم مش بس على صعيد الأرقام والإنجازات هو محترم كمان على الصعيد الشخصي يعني مر بظروف صعبة جدا الجيل ده وعلشان كده هو من أفضل أجال في تاريخ النادي الأهلي لكن في بعض الأحيان بيبقى الدعم نفسه هو أن أنا أنور لك على الأخطاء وأقول لك أنه فيه غلط هنا حاول دلوقتي حاول وإنتك حاول وإنت مش مغلوب حاول وإنت طالع كسبان أن أنت تعالج النقطة دي ده بيبقى حقهم علينا في الوقت دوت وده بيبقى الدور الجيد لأي حد بيانتقد انتقد بناء يعني بشكل عام أنا شايف أنه فيه حاجات إيجابية كتيرة من المطش بخلاف الثلاث نقط شايف أنه مثلا على سبيل المثال ووسام أبو علي بشكل عام بتحركاته بكل ما يحدث في الملعب نقطة إيجابية جدا رابع عليك يا أحمد لأنه أنا النهاردة شفت يعني أن هناك بعض من لا يشاجع ريد الألي رحيل سكت إن ووسام أصلوبة بيلمس الكرة أو بالعكس يعني أنا بشوف تحركاته غير طبيعية لا لا أنا شايف لو ينفع نعرض الجنل الأولاني لو ينفع نعرض الجنل الأولاني نشوف ماذا يفعل ووسام أبو علي في الأربعة اللي ورا بشكل عام في التعامل معهم طبعا إحنا مقررين أن المهاجم ليس تحركات فقط وإنهاء وفنش هو الراجل أثبت أنه عنده ده بص يا كابتن أولا داخل عليه حد من قلب الدفاع والباكليفت مرحل ورا هيستلم بص بقى التحرك ههاجم المساحة اللي قدام دي إدى حل أولا لو ينفع نعف لو ينفع نعف أولا إدى له حل ينفع حل باليعني أهو هو طلع أولا واحد من اللعب لو عمله التو برسي تاوك متحرك صح متحرك قطري علشان يطلع نفسه من الوف سايد صحيح يعني بص يا كابتن أولا طلع لك واحد من خط الدفاع كله رايح عالك كرة بنفسه مستلم صح مستلم صح طالع على الباك خرج الباك ده من اللعب بترن بسيط هيديك حلين دلوقتي في الهجوم الحل الأولاني نقف هنا حل التسويب بتاع برسي تاوك اللي جي منه الجون طب بص الحل التاني يا كابتن إن الجيله في المساحة دي وعمال يتحرك قطري شايف شايف عمال يتحرك قطري علشان يتلعمل افساد ازاي خلاص هو برسي تاوك دا نييت الشوت وفرتلي حل انت كمهاجم وفرت حل للجناح مش العكس خليلات الحاجات دي مش كتير يعني مش كتير ومعشور كمان فاضي لأنه سحب معال اكتر من حل بقى اكتر من حل ده معناه ان ده مهاجم مهاجم محترم بتحرك بسيط وبتحرك بسيط المهم جدا إن أنا بسيط بالشمال صح إن أنا لفت صح وبصيب بالشمال صح واتحركت صح فأنا وفرت ثلاث حلول للتسجيل ورأسه صح ورأسه صح مش قوي يعني بس عندي بوك ان الرؤوس صح فاللي عايز أقول لك يا كابتن لا وسام أبو علي انت آه بحتاج انك تبرزلي كل مرة قدرة انك تهدف وعشان كده النهاردة كانت في كذا كرة كنت محتاج ان هو يفنش على الجون يشوت بسرعة كرة اللي حاول يمرر فيها لكن حتى الكرة في رجله يا كابتن عندك أكتر من حل بيوفر حلول هجومية كتير شايف ان ده من أهم المزايا شايف المزايا انت بتستعيد كل المصابين ومش سهل ان انت تتجانس تاني بعد شهر من تغيير خاصة ان الناس اللي لعبت في الطوارئ دي كلها لعبت أهم من كم ماتش في السيزون كله سواء على مستوى سيمبرايح جاية أو على مستوى مازينبي فشايف برضو انه تمام وشايف طبعا النقطة الإيجابية المستمرة اللي بقالها فترة مصطفى شوبير بصراحة بيعمل مستوى مستوى ده فعلا الحرس المرمى اللي بيوصلك فعلا ان انت تنافس في كل شيء كما كان محمد الشنو طول الوقت وعلشان كده احنا في مكسب كويس جدا ان احنا عندنا حارس أساسي وحارس بديل على أعلى مستوى ايمن اضيف على كلامه في حتة وسام لو استرجعنا أصلا بداية المباراة كابتن إسلام فأول خمس دقيقة وسام كان بيعمل حتة الضغط اللي هي العالي على المدافعين بشكل ممتاز جدا زي ما حضراك قلت كده يعني هو تحس ان هو بيروح يخض وفيه كرة حتى أطاحها وكان لعبها العبدالقادر والأمور يعكت برضو عمل واحدة تانية المعلوم في شوط له يعني صناعة الفرص من خلال الضغط دي حاجة إيجابية جدا حضراك قلت حاجة مهمة جدا بعيدا عن كمان المساندة هي ده وقت المباراة اللي في بعض الأحيان كنا بنقول المصطلح دايما لكابتن إسلام بتاعي مباراة تكسب ولا تلعب عشان كده للعبت النادي الأهلي هي رسالة طالما انت قدرت تتقدم 2-0 انت لازم بقى يعني خبراتك على مدار السنين اللي فاتت دي كلها واعتقد دي كان الجيل بتاعك وكابتن إسلام بيعرف ومتمرس فيها جدا أنا فاكر فيه مباراة في موسم 2008 عشان ده موسم كان صعب وكان فيه ضغط وكان فيه إصابات كتير كان 1-0 تحاول على قد تمسك كرة تقتلها حتى فيه مباراة زمالك كان الفلافيو جاب الجون وآخر 10 دقايي الملعب كله عبارة عن بساطة فكابت المتحد شلبي كان بايه أنا أتذكر مباراة ربلع فرقة من غينة قال لك نص ساعة لو ما جبتوش ثلاث لو ما جبتوش ثلاث تجوان هتبقى عندي مشكلة كبيرة معاكم كسبنا 4-0 في أول نص ساعة في شوت الأول في شوت الأول أو نص ساعة كتوب 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 جون الرابع كان في ديئة 28 صح والماتش ده كمان كان في خير وسام حسني وشوئي وطريكا وفلافيو صح الماتش ده بقيتو ايه بقى الشوت ونص اللي بقين ايه بس 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 بالزبط مش عاجة انت خلاص خلصت كلها عاجة خلصت كلها عاجة فهي دي وهو اللقاية حلي بالك المدير الفني فهي دي والماتش ده اللي انت قلت لك بتيسان كفي مشكلة إصابات انا فاكر وكفي غيابات لا وكان عندنا ماتش حاجة بعدي مهمة جدا تقريبا لحما تصديق ما كانش بيلعب بها بيلعب طرف أو صنع اللعب حي كده فهي دي لعبة نادي الأهلي استغلوا خبراتكم انتو لما تجيبوا جونه والتاني اقتلوا اللعب انتو تعرفوا عندهم قدرات تقدروا انتو اقتلوا بيها اللعب عشان خطر انتو ترتاحوا هتخلوا المنافس معناوية تتقل مش هتدخلوا تاني في الجيم انتو هتكملوا المباراة بشكل أهدى فلا يعني الحمد لله تلات نقاط لسه بقى زي ما كلمنا كتير الفترة اللي فاتت عندنا الجونة في البلدية في الاتحاد كلها مباراة كل تلات يام وكل يومين فالأمور صعبة فان شاء الله يعني الحمد لله عندنا مباراة وان شاء الله القديم بقى